اليوم حل علينا ضيفا في راديو الغد القنصل العام لدولة فلسطين في إقليم كردستان الأستاذ سعادة السفير نظمي حزوري مرحبا بك سعادة السفير في راديو الغد وهنا في مقرنة أنا وسعنا أشكرك بداية سعادة السفير نحن نسأل عن قرارات اليونيسكو بما تخص القدس وهذه المنطقة التاريخية العريقة ما هي قرارات اليونيسكو وهل كانت منصفة أو متحفة بحق هذه المنطقة وهذه المدينة العريقة بالتأكيد بداية شكرا لراديو الغد وجمهور راديو الغد وأهلنا في الموصل كما في العراق عموما قرارات اليونيسكو اليونيسكو بحد ذات منظمة دولية هي من منظمات الأمم المتحدة التي نعول عليها آمال هامة بإنصاف حقوق الشعب الفلسطيني وبالذات بما اتخذته من قرارات هامة من عام 1956 حتى منتصف شهر 7-2017 كانت قرارات نعتبرها تضع القدس وبما تتضمن من المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية دولية عبرت عنها قرارات منظمة اليونيسكو وخاصة كانت تؤكد بكل القرارات أن القدس هي مدينة محتلة ويجب عدم العبث بالممتلكات وعدم إجراء أي تغيير ثقافي حضارة تراثي في القدس وعدم المساس بالمقدسات في القدس وأيضا الأبرز والأهم عدم تهويد القدس يعني بما معناه قرارات اليونيسكو تضع القدس مدينة محتلة ويجب التعامل معها من سلطات الاحتلال على أساس أنها محتلة وتخضع إلى قرارات واتفاقيات جينيف كيف مطلوب معاملة المكان والزمان والأفراد تحت الاحتلال وخاصة بما تقوم به إسرائيل من إجراء تغييرات في الأقصى المبارك وبما تعمل إسرائيل إلى اتخاذ قرار تسعى إلى تفعيله الذي هو استهدف إلى التقاسم الزماني والمكاني في الأقصى المبارك تحت عنوان ادعاء ما يدعونه الهيكل والأثار وهذا أصلا يتنافى مع الحقيقة أهمية القرار لنيسكو الأخير في شهر سبعة 2017 وأيضا في شهر ستة اتخذ قرار هام أكد على إسلامية القدس وعلى التأكيد بالأسماء الإسلامية والعربية للقدس وما يعني من المقدسات الإسلامية حتى أكد أنه لا يوجد أي حائط غير حائط البوراق وهذا الاسم الإسلامي لحائط البوراق الذي هو محاذي إلى المسجد الأقصى المبارك ومن هنا كانت ردة الفعل للأسف الأمريكية تتعارض مع ما اتخذته اليونيسكو وأيضا كان الموقف المتشنج الإسرائيلي الذي دفع السلطات الإسرائيلية ومسؤولي إسرائيل إلى اتخاذ قرار بعدم تحويل المبلغ المرصود من قبل إسرائيل إلى اليونيسكو وهو مبلغ تدفعه الدول العضوة في اليونيسكو للدفع لمنظمة اليونيسكو فكان المؤتمر منظمة اليونيسكو في كراكوف في بولندا مؤتمر هام جدا جدا بحيث أكد على تسمية المسميات الإسلامية والعربية للقدس وكل المقدسات الإسلامية وأيضا كانت ردة فعل كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي أخيرا ما قام به الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع قرارات منظمة اليونيسكو حيث قاموا بوضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة بهدف خلق وقائع جديدة هذه الوقائع تنسجم مع ما تخطط له إسرائيل من الحفريات المتتالية تحت الأقصى المبارك مما يهدد بنيان الأقصى المبارك والدعوة إلى بناء هيكل سليمان وأيضا يتعارض مع تطلعات قرارات اليونيسكو بحرية الحركة والعبادة وهذا أيضا إلى جانب قرارات منظمة التحاون الإسلامي وأيضا إلى جانب قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حماية القدس وأن تكون مدينة مفتوحة ما أقدمت عليه إسرائيل هو بهدف تنفيذ قرارها الهدف إلى فرض التقاسم الزماني والمكاني في الأقصى المبارك وأيضا إلى فرض وقائع جديدة بعملية السلام تؤدي إلى إفشال عملية السلام التي تدعو إلى حل الدولتين والدولة الفلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية هذا يتبين من خلال ما تقوم به بإجراءات في القدس ضد الأقصى المبارك وأيضا من حملات الاستيطان المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكان آخرها قبل أسبوع اتخاذ قرار بناء 1200 وحدة استيطانية بين القدس ورام الله هذا يبدد أي أمل لعملية السلام على أساس حل الدولتين كنت أود أن أسألك سعدة السفير سعدة القنصر العام عن موضوع قرار إسرائيل أخيرا بهدم أو بإنذار 14 منزلا بالهدم خلال يومين وإفراغها من سكانها بغرض هدمها وإقامة عليها أيضا مستوطنات يعني كيف تتم التعامل والتعامل مع مثل هكذا قرارات من قبل السلطة الفلسطينية يعني للأسف سياسة الهدم البيوت تمارسها إسرائيل منذ زمن وأيضا تمارسها بقهر للفلسطيني حيث تصدر قرارات من المحكمة تطالب صاحب البيت أن يهدم بيته بيده يعني هذا لا ظلم أبعد من هذا الظلم بالتأكيد نؤكد موقفنا كدولة فلسطين كمنظمة التحية الفلسطينية ضد سياسة الهدم التي تستهدف إلى الاستيلاء على الأرض وتوسيع دائرة الاستيطان تحت عنوين مختلفة أحيانا عسكريا أحيانا تحت عنوين أنه هذه بيوت لإرهابيين حسب ما يدعون أو من إنما جوهر ما تقوم به إسرائيل هو الاستيطان المدان من طرفنا وهذا يأخذنا إلى الداكرة ليوم الأرض الخالد في 30 أذار 1976 سبب مباشر ليوم الأرض الخالد الذي سقط فيها ستة شهداء في معركة الدفاع عن الأرض وحروبة الأرض كان ضد فكرة الاستيلاء على الأراضي وبناء المستلطنات الإسرائيلية هذا منهج دائم بسياسة الاحتلال الإسرائيلي هدم البيوت الاعتقالات الاستيطان وهذا يعني حياء السياسة تمارسها إسرائيل يوميا أيضا بما يتعارض مع اتفاقية جينيف وأيضا على مرأة من العالم هذا العالم الذي انتصر إلى قضية فلسطين واقترب إلى القضية الفلسطينية بعد أن أعلن قبول دولة فلسطين في 29 نوفمبر 2012 الاعتراب بدولة فلسطين وأيضا كان الموقف الواضح على اعتبار أن حل الدولتين يكون بين دولة فلسطينية وإسرائيل هذه الدولة الفلسطينية تكون على أراضي الضفة الغربية وغزة والقدس ولكن ما تقوم به إسرائيل هو يبدد أي أمال لتحقيق ذلك سعدت القنص العام في خليم كردستان ماذا توجه رسالة للموصل ولأهل الموصل خاصة أنها لم يمضي على تحريرها بالكامل سواء أيام قليلة يعني من المؤلم أن نرى ما نراه ما حدث للموصل جراء هذا الإرهاب الأسود الذي نقل مدينة هي أساس بحضارة العراق وأساس في الحضارة الإنسانية والمحافظة الثانية في العراق الموصل كانت ملاب آمن لأهلها وأشعاع فكر وعلم وحضارة وثقافة وتاريخ أتى هذا الغربان الأسود لينقلوا هذه الحضارة إلى جحيم الموصل بالتأكيد يجب أن ندعو لنقول أنها مدينة أو محافظة منكوبة من ما تعاني من آلام وجراح وهدم ورأينا المساجد والحباء هذه تاريخها من تاريخ المنارة الشامخة تاريخها من تاريخ هذه المدينة العظيمة نأمل من كل الجهات المسؤولة إلى التكاتف والوحدة إلى وضع آلية تنفض غبار ما ارتكب من جريمة ضد الموصل يكون هدف هؤلاء المخلصين بكل ما أوت من قوة إعادة الأمل لهذه المدينة الجميلة حتى لا تقع أيضا لفريسة استمرار الظلم والقهر التي عانته خلال السنوات القريبة الماضية لأن أهل الموصل مطلوب منهم تضميد الجراح تضميد ما أفسده هذا الإجرام الأسود وزرع الأمل لإعادة الموصل إلى بهجتها الجميلة إلى ما كانت تمثله من حضارة وقيم وبالأساس مطلوب تعزيز القيم الإنسانية إرساء روح المحبة والتسامح والتآخي نبذ العصبية والمذهبية وكل ما يمكن أن يفرق الشعب الواحد لأنهم انذهبوا هنا وهناك هم عراقيون لا يمكن أن يخرجوا أحدهم من جلده مطلوب كل منهم أن يكون مسؤولا ويعني أنا أتحدث من أحد الفلسطينيين الذين عانوا من جرح النكبة وآلامها أنا وأهلي وشتتنا وعشنا في الخيام والتشرد وعانينا ما عانينا وما زلنا نعاني تكون سعادتي وفرحي كتير جميلة حين أسمع كلمة عودة أما أسمع كلمة الأهل الموصل العائدين نحن كنا ننتظر سبعين سنة وما زال حلم العودة لم يتحقق فيجب أن يعود أهل الموصل إلى زمانهم ومكانهم لتبقى هذه الموصل لتعبر عن أمالهم وسعادتهم ومستقبل أطفالهم بعيدا عن مأساة النزوح والتشرد وما نتمنى فعلا من كل الجهات المسؤولة من المجتمع الدولي من هذا التحالف الدولي الذي قام بما عليه يجب أن يكفي مسؤولية المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب أهل الموصل لإعادة إعمار مدينة الموصل بالشكل الذي يليق بالموصل وأهلها ومستقبله وحضارته إن شاء الله ونحن أيضا نأمل بالعودة لكل من يشعر بالغربة وغربة الروح وغربة الجسد والعودة لكل من كل لداره ويعمرها وأرضه ويعمرها إن شاء الله سعادة القنصل العام في إقليم كردستان الأستاذ نظمي حزورين أشكرك الشكر جزيل لإتاحتك لنا هذه الفرصة والهديث لنا في راديو الغد أشكرك شكرا شكرا تحياتي للجميع وللجميع بإذن الله الأمن والسلام والاستقرار ونرى العراق مزدهرا عراقا مجيدا يعبر عن رسالته وحضارته وتاريخه عاليا كان خلال العراق ومستمرا تدفق الحياة كما دجلة والفرات إن شاء الله شكرا إن شاء الله